استقبل وزير البترول والثروة المعدنية طارق المل الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول الإماراتية منصور الحامد وذلك لبحث تعزيز التعاون وفرص زيادة الاتثمارات للشركة الإماراتية في مصر وأكد وزير البترول طارق المل استعداد قطاع البترول لتعميق الشراكة مع الشركة الإماراتية التي تتطلع لضخي اثثمارات جديدة في عدد من المجالات وتنويع اثثماراتها في قطاع البترول مشيرا إلى أن مجالات الطاقة والبترول والغاز أكبر داعم للتعاون المصري الإماراتي على الصعيد الأقصادية ومن جانبه أكد رئيس شركة مبادلة للبترول أن مصر دولة واعدة وزاخرة بالفرص الإثثمارية في قطاعات الطاقة والبترول والغاز مضيفا أن الشركة تتطلع لزيادة ضخ إثثماراتها في مصر مؤكدا جهزيتها لمشاركة في المشروعات والفرص الإثثمارية الجديدة بهذا القطاع شكرا